عندنا المرحلة الاولى زي ما حضرتكم تعلمه بدأت في يوم السبت 21 اغسطس بدأت يوم السبت 21 اغسطس وانتهينا يوم الخميس 26 اغسطس ده المرحلة الاولى بدايتها ونهايتها المفترض او كان المتوقع ان احنا نستقبل في هذه المرحلة 118 280 طالب طبعا تأسيمة الطلاب على المراحل المختلفة زي ما حضرتكم شايفين احنا عندنا العلمي او المرحلة العلمية سواء الشعب العلمية 22,954 في علم علوم وفي شعب الهندسية او علم رياضة 16,293 طالب بنسبة 14% و19% طبعا من الواضح ان الشعب الادبية نتيجة ان احنا بدأنا المرحلة 65% لو تذكروا حضرتكم فطبعا استوعبت عدد كبير جدا 79,33 طالب وطالبة بنسبة 67% دول اللي عملوا 118,280 طبعا الشعب العلمية العلمي علوم وعلمي رياضة لما جينا نشوف العدد الطلاب اللي تقدموا لانهم 119,000 لان في بعض الطلاب اللي تقدموا من خلال دبر درجات من حافظ الرياضي او المجموعة الاعتبارية بقى اذا احنا نسخنا في المرحلة الاولى 119,000 طالب 58 لو شفنا المرحلة دي بدأت ازاي ومقارنة بالسنة اللي فادت اللي ده كان شيء مهم ان احنا برضو نتعرف عليه ان كان شعبة علوم 88.41% مقارنة بالسنة اللي فادت 97.6% اذا احنا بنتكلم على عندنا فرق بس او معدل انقفاض كانت 37 درجة يعني حوالي 9 درجات او 9.14 درجة من المية ده مجرد في شعبة علم علوم شعبة الرياضة بدأنا المرحلة الاولى بـ 80% فاكثر يعني 328 درجة السنة اللي فادت كانت 387 درجة كانت 94% في نفس الشعبة ده الاختلاف كان حوالي 14.39% درجة مقوية وكان فاصل الدرجات حوالي 59 درجة لو روحنا للشعبة الادابية اللي احنا بدأناها السنة دي بـ 65% مرحلة الاولى في اكثر كانت السنة اللي فادت 79 يعني قرب 80% 79% من 10 كان الفرق 14% او 58 درجة لو روحنا للحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الاولى للشعبة العملية ودي حاجة مهمة جدا حقيقة هذا العام خاضلنا في كليات الطب على مستوى الجمهورية من 372 درجة بنسبة مقوية 90.73% مقارنة بـ 98.54% والمعدل يصل الى 32 درجة يعني 87 من 10% ده في كليات الطب البشر لو روحنا لكليات الطب الاسنان قبل حد الادنى لكليات الطب الاسنان بـ 370 درجة بنسبة مقوية 90.24% اقل من طب البشر بشيء بسيط والمقارنة بالعام الماضي كانت 98 بـ 41 احنا ليه بنقول العام الماضي؟ لان كان دايما الناس بتحب تحط المقارنة بالمجميع احنا بنقول لهم هنا رسالة مهمة جدا ان الطلبة بيتنافسوا مع بعضهم في امتحانات تم وضعها بشكل يعني دقيق جدا وعلمي جدا من قبل وزارة التربية والتعليم وده ما اصرش عليكم خالص في دخول الكليات اختبى الاسنان فرق 8.17 في العلاج الطبيعي نزلت لـ 88.54 بنسبة 364 درجة مقارنة بـ 97% العام الماضي نسبة الفرق حوالي 9% 80.53 مقارنة بـ 98.55% برضو بفرق حوالي 9.5 درجات لو روحنا للهندسة هنلاقي ان الهندسة السنة دي يوجد اماكن خالية للطلاف المرحلة التانية يعني اذا عبدالكتور طارق ان هيبقى المعدلات تصل ما بين 7 و 10% وفي بعض التخصصات ممكن تصل الى اكتر من 10% وده تحقق في توقعنا اللي احنا قلناه لو روحنا للشعب الادبية هنلاقي ان طبعا الاقتصاد والعلوم السياسية جت في المرحلة الاولى او جت في المرتبة الاولى بـ 344 درجة بـ 83.9 من 10% مقارنة بـ 96 والمعدل الفرق حوالي 12.31% من المية 12% فرق في اقتصاد علوم السياسية بالنسبة للعام الماضي لو روحنا للالسن قابلة الحد الادنى 80% 80.73 مقارنة بـ 95 بفرق 14% عن العام الماضي الاعلام وصل لـ 326 درجة 79.45% من المية مقارنة بـ 94 بفرق 15 درجة مئوية في كورية الاعلام لو روحنا للأثار هنلاقي ايضا فرق 14% فنون جميلة اللي بيلتحكم فنون جميلة من الشعب الأدبية الفرق وصلنا لـ 67 وـ 18% فرق 21 درجة مئوية مقارنة بالعام الماضي كانت 89 ده يدل على الفرق ان الخفاض المجميع كانت مصاحبة بانخفاض في الحدود الدنيا سواء في المرحلة او ايضا في حدود الدنيا للقبول في الجماعي شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة